موسيقى تبين عندما يكون عندما يكون النظام غير محافظ يعني بوجود قوة غير محافظة فض في بالك انه في عندي قوة غير محافظة ومن الامثلة على القوة المحافظة قوة الشد السهد او قوة الاحتكام التي تغير من الطاقة الميكانيكية عندما يكون النظام غير محافظ بمعنى اخر وجود قوة غير محافظة تغير تغير من الطاقة الميكانيكية للنظام رح يكون عدم حفظ للطاقة الميكانيكية بمعنى ان الطاقة الميكانيكية رح تتغير ايش يعني يا استاذ انه دلتا ميكانيكا ما رح يساوي عندك صفر فلذلك اذا اخذت بعين الاعتبار انه دلتا مي ما بتساوي صفر اذا دلتا اممل اي رح تساوي حدين الحد الاول التغير في الكاينيك انيرجي بلس الحد الثاني التغير في البوتينشيال انيرجي وهذا الكلام سميناه في الحصة السابقة اللي هو دبليو دبليو ان سي بمعنى اخر شغل القوى غير المحافظة او اللي هو لذلك انا بحط في عين الاعتبار هاي العلاقة ممكن اطبق عليها اذا احتاجت ايجاد السرعة فرضا او ايجاد الارتفاع للجسم عن سطح الارض بحط في بال الدلتا كاينتك انيرجي زائد الدلتا بساوي تغير في مين؟ في الميكينيكال انيرجي حط اللي ايه هون تمام ويساوي بنفس الوقت اللي هو دابليو انسي لكن لو اجينا على العلاقة وحاولنا نكتبها بطريقة او باخرى ونحكي له دابليو انسي يساوي الدلتا كاينتك انيرجي هي عبارة عن هاي يساوي حطهم يساوي الدلتا كاينتك انيرجي هي عبارة عن الدابليو توتل حسب مبارهنة الشغل والطاقة الحركية زائد الدلتا بتنشيل انيرجي وهو عبارة عن ناقص شغل قوة الجذبية يعني بمعنى اخر زائد الناقص لدابليو اف جي لان القوة اللي سميناها قوة الجاذبية او او اف جي هي قوة محافظة لذلك بامكاني اغير هاي العلاقة واكتبها عن الماضيه الاتيه دابليو انسي ايكول دابليو توتل بلاس دابليو السي واذا بدك ترتب حاب ترتب معادلتك بالطريقة الاتية برضو بصير انه تنقلي الماينس دابليو السيعف لانه دابليو اف جي هي دابليو السي فلذلك راح يكون لحد هكذا فلذلك اذا حابت نقول هاي لهون راح يصفي معاك الدابليو انسي بالاضافة للدابليو السي يساوي الدابليو توتل هذا الكلام مهم جدا هون تذكر اذا احتجت هاي العلاقة انه دابليو اف جي استاذنا العزيز هي عباره عن ماينس التغير في البوتينشال انيرجي لذلك الجسم عنده انتقاله بين موقعين طيب عشان هيك خلونا نروح على السؤال الاول حبينا نوخذ السؤال الاول وهو السؤال العاشر صفحه تسعة واربعين من مراجعة الوحدة الاولى اذي يحكي السؤال تسحب نادية صندوق كتلته خمسين كيلو جرام نشوف قتلة صندوق كميش هي خمسين كيلو جرام ركز لعنها يحط اللي هون اللي هو ماس للصندوق او للبوكس حتى اقدر اتعمل مع مين مع المعطيات على سطح افقي خشن بما انه ذكرنا في السؤال سطح افقي خشن اعرف انه النظام اصبع عنا نظام غير محافظ يميل عن الافق بزاوية خمسة اربعين درجة اذا اللي صار انه نادية بتسحب بالصندوق اللي قتلة خمسين كيلو جرام اللي موجود على سطح افقي خشن اه بقوة تميل عن الافق سطح افقي خشن بحيث انه القوة تميل هون اكتب لي القوة بقوة تميل بقوة تميل بزاوي مقدارها خمسة اربعين عن الافقي ازاح مقدارها خمسة عشر متر كما هو موضح في الشكل المجاور اذا انه مقدار قوة الشد في هذا الحبل يميتين نيوتن واكتسب الصندوق تسارعا الا هو بوينت ثلاثة متر كل تاني تربيع فاحسب ما هيدي الان بهمني انا كطالب ارسم مخطط الجسم الحور ننتبه على هذا الشكل اف نادية هي عبارة عن اف تي فلذلك مش غلط لو حطينا اف تي اف تنشن بما انه حكالك سطح خشن اذا هذا السطح الخشن يا استاذنا العزيز رح يسبب لي قوة احتكاك حركي معاكس لاتجاه حركة الجسم رح نسميها اف تريكشن تمام طيب مقدار الازاحة استاذنا العزيز هي 15 متر هكذا اخبرنا السؤال المطلوب الاول هو الشغل الذي بذلته نادية على الصندوق نيجي الان منطبق كل سهولة بناء على اللي تعلمنا سابقا ايش اللي تعلمنا سابقا شوف لي الفرع الاول هذا الفرع الاول طلب منك شغل قوة نادية يعني دابليو اف تي بقوله دابليو اف تي تساوي اف تي دي في كوساين الزاوية المحصورة ما بين اتجاه قوة الشد والازاح التي يحقق الجسم لو رجعت على الشكل رح الاحظ ان قوة نادية تصنع الازاحة زاوية مقدارها 45 فلذلك نحط هنا اللي هو 45 درجة نكمل قوة الشد من السؤال 200 نيوتن ضرب الازاحة استاذنا العزيز 15 متر ضرب كوساين ال 45 يا بوينت 7 لو بدنا نكمل العملية الحسابية بنختصر الفاصلة هاي مع الصفر فبصير عندي اللي هو يساوي 20 ضرب سبعة ضرب خمسة عشر تبه امكاننا الان نعمل الاتي اثنين في سبعة اربعة عشر وبدنا ما صفر 140 ضرب خمسة عشر واستعجالا للوقت بإمكانك تضربها على جنب وتحصل على الاتي شوف مية واربعين ضرب عشر الف واربعمية وخمسة ضرب مية واربعين اللي هو سبعمية فصف معيك حساب ذهني الف واربعمية زائد اللي هو سبعمية وبإمكانك تطلع حكا التالي اللي هو حط ستمية صفة الفين وميت جول لاحظ انه الشغل اللي صنعته او اللي بدلته نادي على الصندوق هو شغل موجب ليه؟ نذكر اتجاه الازاحة مع اتجاه المركب الافوقية للتنشن فورس كان له صفر يعني بمعنى اخر لو انا حللت الافتيلة المركب السينية او الاكس كومبوننت لذلك راح يكون فيها عندي شغل موجب اما لو حللت افتيلة المركب العمودية راح يكون شغلها صفر لانه راح تصنع زائد مقدارها تسعين دراجة مع الازاحة